السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الأعزاء هنتعلم مع بعض النهاردة طريقة رسم السمكة بسهولة جدا وبشكل جميل كالعادة الأدوات بتاعتنا ألم رصاص او توبي مش هتفرق هنبدأ مع بعض رسم الهيكل نبدأ الهيكل الخارجي زي ما حضرتكوا شايفين نبدأ الهيكل الثاني الجسم الثاني طريقة سهلة جدا وبسيطة طريقة سهلة جدا طريقة سهلة جدا طريقة سهلة جدا الزنيفة نبدأ العين دائرة صغيرة مع جواها دائرة كبيرة مع دائرة كبيرة نبدأ نحدد الشكل ونبدأ ندلع الزنفة من فوق هذا بداية لشت السمكة وسهلة جدا زي ما حضرتكم شايفين نبدأ الزعين في بتاعتها زوني فتنينة سهلة جدا وبسيطة نبدأ نزل السمكة بعد ما حددناها نزل الخفيف تدريجيا بحيث انها تظهر معنا نبدأ نحدد الزوني في تين دول نزلل ونغمقهم بحيث انها مختلفين عن الجسم سهلة جدا يا جماعة سهلة جدا سهلة جدا يا جماعة سهلة جدا الزوني فتنينة نفس النظام يبدأ نغمقهم جامد بحيث انهم يبقوا مختلفين عن الجسم نبدأ ندي شكل كده مظهر جمال الديل سهلة جمال الديل نبدأ نسيح بقدينا بحيث ان الالوان كلها تندمج مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين والجزء ده بالنسبة لي السمك هنغمقه خالص هذي كده اي زيادات هنشيلها بالاستيكا منطقة العين دقيقة جدا نبدأ نسيح بقدينا نبدأ نسيح بقدينا الاندماج الاشكال كلها نبدأ نشيل الزيادات بالاستيكا نسيح بقدينا نسيح بقدينا وكده نكون رسمنا شكل سمكة جميلة جدا نبدأ نعمل شكل اخر للسمكة كما تعرفين البحار مليانة نواع واشكال من الاسماك الجميلة الشعب المرجانية هنبدأ نجيب شكل اخر هنا للسمكة هنبدأ نعمل شكل هنبدأ نعمل شكل تابعين نعمل شكل ناعمل شكل شكل paper pum هنبدأ نعمل شكل ناعمل شكل نبدأ مضوط الديل هنا طبعا الزعنيفة لكي نتساهل طريقة جميلة وسهلة طريقة صعبة وبسيطة نبدأ من الزعنيفة نبدأ من الزعنيفة جنب الزعنيفة سمحوني انها فاشل بس في الشرح بس تشوفوا الشغل انها نعملو وحضراتكم هاتفهمو كل حاجة هادي كده نشيل اي زيادات بلا استيكر التشفى بلتشفى انها مصدر 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 هذا الشكل بسيط جدا و جميل نبدأ نسيح بالصابعة نبدأ نشيل الزيادات نشيل الزيادات نشيل الزيادات نشيل الزيادات نشيل الزيادات كما ترون السمك تختلف في الأشكال والأحجام والألوان والأنواع سبحان الله قدرة الخالق وقيدنا ندخلنا السمك اتمنى ان حضرتكم تكونوا استفدتم وشكرا